دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بكليات العلوم التطبيقية والصحية والعلوم الإدارية والتربية والأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المهرة وأطاف الأمين العام ومعه نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالقاعة الامتحانية داعيا للطلاب بالتوفيق والنجاح في امتحاناتهم ومشيطا بمستوى التنظيم والانضباط هذا ويؤدي ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول 1590 طالبا وطالبة بجميع التخصوصات بكليات جامعة المهرة